موسيقى أشباه رجال وما ضحايا نساء ولا ضحايا بايتهم أهلا بكم وحلقة جديدة من سيزون 2 ضد الرجالة ولكن نيزان العضل دايما واضح وهو معيار اتزان المجتمع فلا تيأس إذا اختل هذا النيزان لأن عدالة الله فوق الجميع وده بالنسبة للمحامين والقضاء معينا النهاردة ضيف مهم جدا وحلقة ساخنة جدا دكتور حاتم الصواف محاضر قانوني ومحامي بالاستقناف أهلا بك أهلا بحضرتك وطبعا نرحب بدكتور إبراهيم هيكل ضيف شرف برنامج بتقدر ركالة ولكن ولكن في البداية كده طبعا في معلومة مغلوطة بس حابين نوضحها المحامي الشطر هو اللي بيقدر يقلب موازين الأضايا صح أو غلط إيه رايك في المقولة غلط طبعا يعني الحق حق أن يتبع ديم الشطر ولكن هي في معلومات مغلوطة جدا الأول طبعا أنا بشكرك على موضوع الحلقة لأن يعني إحنا ممكن نتطرك لحاجات كتير مغلوطة فعايزين نصحح في مصطلحات الناس دايما بتقولها وفي كلام كتير الناس دايما بتتبعه وهو الكلام عاري من الصحة يعني أولا مفيش حاجة اسمها أصلي أن أنا أقلب الباطل حق دي شطار لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده ولكن فيه أدوات الأدوات دي بتستخدم لإتيان للناس حقوقها مفيش حاجة اسمها أن أنا بستخدم ألعيب والكلام ده خالص المحاميات أرقى من كده كمهنة يعني وسيلة لجلب الحقوق أكيد طبعا توسيلة لجلب الحقوق والدفاع وهي الطريق المشروع في أن الناس تأخد حقها ولكن دايما إحنا بناخد فكرة وبنعممها والفكرة دي مش صحة لعدة أسباب إحنا عندنا كل مهنة فيها الصحة والغلط فيها الكويس والوحش فما ينفعش إن إحنا نعمم يعني موضوع الحلقة نفسه حضرتك بدأت الكلام بأشباه الرجال ربنا سبحانه وتعالى عمل توازن ومزان إن خلقناكم من ذكر وأنسى وجعناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاركم ستات رجالة المساواة ربانية في مزان لربنا سبحانه وتعالى وطالما ده الأصل وده الأساس آيان كان بعد كده من تطبيق هيبقى برده في الآخر فيه عقل ولكن محتاجين إن إحنا يعني نتكلم بالتفصيل في نقطة كتير جدا فيعني إحنا النهاردة مع بعض كده أنا مبسوط أصحح شوية حاجات أنا اللي اتشرفت دي جت لنا مشكلة لسيدة بخصوص الخيانة الزوجية هي طبعا بعتها بتقول إن هي دخلت على زوجها في بيت الزوجية على فراش الزوجية ولقيته بيخونها مع واحدة طبعا خناءات وشده وجذبه زي ما حضرتك عارفت نازلي عايزة تطلق اتنازلي يا إما هو ده الوضع وزا كان عاجبك طبعا حفاظها على كرامتها وأنوستها اللي تجرحت قررت إن هي ترفع قضية خلع وبالتالي خسرت كل حقوقها مع إنها هي الضحية مش المزنبة إيه رأي حضرتك في حالة زي دي؟ طيب خلينا نقصل الموضوع هو الطلاق حق طبعا حق للزوجة ودائما إحنا بناخد فكرة إن الطلاق يعني هو حاجة وحشة جدا الطلاق لأحكام يعني الطلاق في وقت معين بيبقى مستحب الطلاق بيبقى علاج لأمراض مزمنة كتير في الزوج إذا انتفت المواد ده والرحمة بشكل عام كجملة خلاص ما عادش فيها خلاص صعبة الحياة خلاص ده حل موضوع الخيانة الزوجية خلينا نقول إنها كانت ممكن تتبع طريق تاني هو طريق إنها تشتكي الزوج بس خلينا نتكلم من ناحية القانونية إن الزوجة علشان إنها ترفع دعوة ديناء الزوج لازم يكون بشروط إيه يا بقى الشروط؟ الخيانة الزوجية في مقدمة الزوجية في فراش الزوجي يعني دلوقتي معلش يا صحي هي دخلت شافت زوجها في الوضع دوت إيه الإجراء اللي ممكن تاخده صح علشان علشان ما يضعش حق طيب أنا أتكلم من ناحية الحق مش من ناحية كل شخص وكل ست هي بيقولها أو الحياة اللي ما بينهم إيه أو الدينية تمشي إزاي يعني أنا أتكلم بشكل حقوق أولا يلا أن هي ترفع دعوة زي نزوج ولكن هي طالما هو في منزل الزوجية طيب في أي مكان تاني لا استثناء القانون بس مكتب المحامي أيضة الطبيب لو كان فيه أصلا مكان إعتاد فيه المحامي أو الطبيب للاستراحة فهينا تقدر أن يتحرك دعوة الزوجية أما في مكان آخر مفيش دعوة للذنة دعوة ذنة يعني مثلا لو هي دخلت على زوجها حد قال لها جوزك في المكان الفلاني وراحل الشقة الزوجية ما تحركش دعوة الزنة لأن دعوة الزنة بتكون فيه فراش الزوجية بعكس الراجل الراجل ممكن أن يعني أي مكان إن وجدت فيه وتسأليني ليه وممكن يكون هي دخلت على زوجها في أي مكان هي زوجته التاني إنما استحال الزوج هيكون داخل على زوجته وهو زوجها التاني ففيه أمور فيها مساواة ولكن الأمور بتختلف لطبيعة الراجل عن الستة طيب ولو هي تأكدت إن دي مش الزوجة التاني تأكد إزاي؟ تأكد إزاي؟ اللي هو أنا عايز أقول إن فيه مفاهيم غلط عند الستات إن الستات كائن مصطدعة في الستات عايشة في مجتمع بكوري تمام نقف بس عند الحشة دي شوية عشان إحنا كده سريعنا شوية الموضوع فيه نقطة مهمة دلوقتي هي دخلت على جوزة فراش الزوجية والأيد هو بيخدها أكيد مش هتروح دلوقتي تثبت الحالة إزاي؟ هترفع القضيات مثلاً للقضيات هنيوم كل واقع عليها ظروف كل واقع في حاجات كتير جداً زي إيه؟ فيش حالة شهود فيه شهود إيه؟ شهود إيه؟ فيه كاميرات فيه حاجات كتير كل واقع عليها ظروف بلا أدوات ما هم بتتأسي كده أدوات الإزباد عندنا كتير باتشوت فيه كاميرات فيه تحريات فيه أهل المنطقة لأ سواني بس كاميرات في قط النوم لا مش كده كاميرات في الشارع كاميرات في الشارع هيا دخلت يا طبعاً كل واقع عليها ظروفها طب ممكن محامي الخصم يقول لا دي واحدة عادي صديقة جاية زيارة دي دخلت خارجة من الباب مفيش حاجة مثبتة أي يعني طيب أسكده قلت إن فيه محامي بيستخدم العيب والتوية ده يعني الإثبات مثلاً في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لواقعة الزينا ده وسع المفهوم قوي يعني حتى بالنسبة لزينا الزوجة هو وسع المفهوم لدرجة إن إن تواجد أي شخص أجنبي في مكان من أماكن المحارم في البيت ده دليل على واقعة الزينا يعني بمعنى مش لازم عشان نثبت وقعة الزينا يكون قدامي علاقة الزينا كاملة لا حاجات كتير وجود رسائل وجود علاقة بكافة صورها حتى لو إحنا ما وصلناش إن إحنا نقدر نثبت الواقعة كاملة فالموضوع مش صعب الموضوع مش صعب فيه الواقعة دي دي حاجة فالستة تقدر تاخد حقه طب خلينا خلينا نقول إن هي ما تترقتش لده خلينا نقول إن هي ما اشتكتوش بده هل حقها راح؟ لا طبعا الطلاق عندنا ليه أسباب كتير جدا فيه طلاق للدرر الدرر ده درر نفسي ودرر مادي درب سب عدم الفاطر بس الطلاق للدرر ده القاضي اللي أنا عرفته إن هو بيقيم المشكلة ولو الاتنين سبب في الدرر ده فالحقوق بتتقسم مناصفة أو بتبقى ربع وتربع يعني مش أقوى الكلام ده أنا أول ما نسمع كلام ده يعني طبعا محترامي طبعا يعني أنا قلت جوزي ده خاين من غير ما يبقى عندي إثبات ده طالق للدرر طيب أوكي أخد حقوقي إزاي ده ومين اللي أنا صدق؟ يا فاندم ما تخلينا نعد حقوق اللي بزوجة خلينا نشوف أول حاجة رقم واحد وللناس مش الزوجة لها مهر طيب المهر ده في حاجة اسمها مؤخر المؤخر ده جزء من المهر ولكن مؤجل وهوادين على الرجل أقف ثانية بس تعمل الخطة دي مهر الزوجة اللي في مجتمعنا دلوقتي ما بتخدهوش أصلا ليه فاندم مين اللي قال كده؟ طيب فطالية أنا هرده عليك المهر مش عارفة ربع جنيه ولا جنيه مش عارفة قوي الدول وعلى الصداق المسمى بيننا سمعت حاجة بتقول إن من حق الزوجة إن هي في أول الجواز بعد ما تتجاوز بتاخد المؤخر بتاعها نقدان لا مش محقها هوادين في عق طب خليني خليني صحح خليني أنا مبسوط قوي من النقطة دي لأن النقطة دي عليها لغت كتير قوي في الإسلام ايه المهر؟ المهر مبلغ يدفع للزوجة ليها اللي هي تجهز بيه ولا توضب بيه هي حرة تمام؟ والرجل بيجهز كل شيء في المنزل علشان كده لأ ما أنا جايلك أهو لأ ما أكمل بقى؟ كمل؟ تعالي علشان كده لو اتطلقوا هي ملهاش أي شيء في البيت ليه يا فندم؟ لأنها خيادة مهرة حلوة قوي حلو الكلام عندنا ما تعرفنا عليه في مصر للحالة الاقتصادية فبيجي الزوج زماني كان يدفع مهر والأبو الزوجة يوضب بيه علشان كده كنا بنثبت ده فين؟ في القائمة منقلات على أساس أن دي على سبيل الأمان تمام كده؟ طيب ويدفع كمان مؤخر ده جزء مؤجل منين؟ من المهر فإذا كلمة إن الزوجة ما بتاخدش مهرها الكلام ده غلط ليه؟ أولا حتى لو المهر رمزي كل شيء اللي هو جابه واللي هي جابته كل شيء بيثبت في قائمة المنقلات أيها بس ما عليش ما احترامي لك حضرتك لسه قاين إن الزوجة حتى في حالة إن هي أخدت مهر ما بتحطش فيه حاجة أشياء في الشقة تمام تمام دلوقتي هي عمله قيمة المنقلات مناصفة أو حسب الاتفاق حسب الاتفاق لما بتيجي تاخد بتاخد حاجتها اللي جابتها وبتاخد الجزء بتاع الراجل طيب هو فندم الراجل الجزء بتاع الراجل ده طيب مش دافع فلوس؟ أيه مش وضع بفلوس؟ أيه الجزء ده ما اتفقنا عليه على الصداق المسمى المعين والمتفق عليه تمام كده؟ أنت ارتضيتي إن المهر ده هيكون اللي هو اللي الراجل جاهز بيه في الوقت اللي احنا فيه ده ده مش شوية لا هو أنا ما ارتضيتش هو دلوقتي بيقول لك العرف بيقول كده لا يا فندم إجبار؟ هو حد بيتجاوز بإجبار؟ أه طبعا لا طبعا دلوقتي مع احترامي لحضرتك من يجبرني؟ عشان بس أنا بشوف حالات صعبة وبتبعيتلي حاجات صعبة جدا البنت بتدخل يقول لها أنت هجيبي قط الأطفال والصفرة وانت بي مش عارفة إيه وانا هجيب كذا 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 تقول له أمين؟ تقول له لأ أنا مش في إنتانية ولا تقول له ده أنا عايزة كذا 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 واندفع ليه أصلا هو شايف كده؟ مهر مهري ليه يعني؟ أنا روح أجيب أي واحدة من فلاحين ببلاش الردود دلوقتي هو بالنسبة لهم ده حق مكتسب وبقى فرد اجتماعي ومتعارف عليه ان يا إما الست تشيل معاه في البيت في القيمة وكمان بيت تنك القيمة هتكتب بعشرين ألف؟ لا هتكتب بخمس تلاف مش مهم بقى اللي موجود بكام؟ لا احنا بنتفق القيمة بكذا لا انا مش هكتب قيمة بالمبلغ ده طب المؤخر حضرتك مئة ألف جنيه؟ لا 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 انا مش هكتب أكتب بخمس تلاف جنيه ليه؟ يعني وانتوا زي مين؟ بنت خليتها وبنت عمتها مش عارفة إيه؟ ده المتعارف عليه وهو هنكتب كده يا إما البنت ترضى نهية مادة العنوصة بقى ما انت مش هتلاقى أحد يرضى بالمادة ده المجتمع قولي يا أستاذة؟ 90% من الرجالة لا لا اختلف معاك لا لا طب خلينا نقولي حالات التانية أنا بقول لك من واقع حالات أنا برضو بقول لك من واقع حالات يعني حضرتك أحضرتك؟ ده زود؟ طب تردي علي إيه الحالات لما العروسة وابو العروسة؟ لا أنا عايز كذا وكذا 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 يا فندم في الوقت اللي إحنا فيه في الوقت اللي الحالة إحنا ما بنقولش إن الزوج ميدفعش بس كل شيء بنصول وكل شيء يبقى فيه توازن حضرتك قلتي على حالات ممكن تبقى واقع طب ولما يقول لها تنزلي عن الأيما عشان أطلقك نزلي عن المؤخر عشان أطلقك كل واقع لها أظروف أنا عايزة أصل حقها إيه؟ عشان ما أخرجش على الموضوع وأرجع تاني للحالات المهر تمام؟ أو الحاجة المهر تمام؟ اللي هو في المقابل عندنا بقى في المجتمع المصري بقى عندنا حاجة سمية إيه؟ الأيما الأيما دي حضرتك أنا شفت وردي علي على الحالات دي شفت زوجات كتير جدا محترمات وأزواج محترمين زوما كان في المجتمع وتحبسوا بسبب أيما أدي التعنت والتعصف اللي هي أصلا دمهر تمام؟ هنيجي لقصة المؤخر المؤخر جزء من المهر مؤجل طيب هو تستحقه عند الطلاق أو الوفاة ده الكلام اللي احنا عارفينه ولكن المؤخر ده دين على الراجل يعني لو هي طلبته هي على زمته وجغلة؟ اوه ده دين طب خليني أوضح لك دين إزاي؟ خلينا الراجل التوفى هل المؤخر ده أيا كان مبلغه كان؟ المؤخر ده هيبقى من التركة؟ لا ده لا تقسيم تركة قبل سداد الديون يعني الأول يتسادد الديون اللي على الراجل اللي من ضمنها المؤخر وبعد كده يبقى نوزع التركة تمام كده؟ احنا بنصحح اهو؟ بنصحح خلينا نتكلم ايه؟ يعني اللي لنا ولا علينا؟ ده جزء تمام كده؟ يبقى إذن الست ضمنا وخاصة ضمنا في مصر مهرها كامل مكمل القايمة دي بتعمل مشاكل كتير جدا بتيجي بالرضا احنا بنشوف قائمة منقلات بأرقام فلاكية ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة ده؟ تمام؟ حضرك بتقولي أصل بيكتبوا القايمة بخمس سلاف جنة مشوفتهاش دي؟ طيب ممكن ولكن لا ده كل شخص حتى كمان الوسط نفسه والعيلة والأصدقاء ممكن بيخربوا جوازات كتير بسبب ازاي؟ تكتب لمنتك قايمة كده ازاي؟ يا سيدي أنا شاري راجل على فكرة اللي بيدوم للقايمة ولا الفلوس ولا الكلام ده كله لو انت اخترت صح دين اخلاق مال طيب يبقى راجع للاختيار للست مش راجع للراجل تمام؟ زي ما كانوا أهلينا بيقولوا زمان يا بيش حد في الترافين بيبانع على حقيقتهم لما بيتقفل عليكم باب واحد وتشوفها وهي فاح يا منذ باب واحنا عملنا الخطبة ليه؟ الخطبة؟ طبعا الخطبة دلوقتي بقت للتجمل والخروج والفسح والهزار والفرفشة والعائلات والزيارات والمواسم طب ده بالنسبة للناس اللي هي مش جديه بالنسبة للناس اللي مش فاهمين الخطبة يا فندم للتعارف الحقيقي على بعض الخطبة يا فندم عشان تتفسخ ايه الكلام ده؟ وحضرتك ساي الخطبة عشان تتفسخ وحضرتك سايش ان فيه نايز بتبنى على حياته ما تتقول؟ طبعا طبعا يعني ما الحالات الطلاق بتحصل ليه؟ لا حالات الطلاق دي لو قلنا هنقول حاجات كتير جد مش فيه حالات بتقول ان انا اكتشفت بعد الجلاز ان هو وشاز جنسيا صح يا دكتور؟ حصل حصل؟ تتشفوا ازاي ده بقى ايه وشاز جنسيا ايه وشوها هتروح تتشف عليه؟ في الخطبة؟ اه طيب هم عاملوا الطلاق ليه؟ هو بحضرتك لا حسنش كل المجتمع بص 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 يا حضرتك بص يا حضرتك احنا هقولك على حاجة هقولك على حاجة احنا لو احنا هنمسك في كم السلبيات وكم الحالات اللي هي فيها غلط احنا هنطلع المجتمع كله غلطان الكلام ده مام طبعا يعني هو القياس ده قياس انا ارفضه لحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى لما نرجع للمنهج بتاعنا بتاع كل الاديان مش بتكلم على الاسلام بس الاسلام والمسحية هلا ان الخطبة لو هي جادة وان الناس بدأوا مع بعض على صدق هلا ان الموضوع الحياة ستمرت الخطبة معمولة عشان تتفسخ ايه كلام اللي انا بقوله الغريب ده؟ نفسخ اه عشان نشكة؟ لا 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 خالص ما اللي بقى؟ لا الخطبة معمولة عشان لو احنا كنا يعني فيما بيننا توافق خمسين في المائة بقى تسعين في المائة طب لما فيش توافق نفسخها يبقى احنا ما بقاش فيه ضرر الضرر كله في حالات بسيطة تمام؟ بص يا استاذة انا طبعا انا بحب دايما الكلام اللي فيه خلاف عشان نوضحه طبعا فبعيدا ان حضرتك مسكة في الحالات دي ولكن انا موافق لا انا مش موافق انا بص انا موجودة مش بتكلم بوجهة نظر دينا انا فهم ده انا حابب الترح ده فهم عندهم واحد من ثلاثة هيقولولك كده بص يا استاذ دينا انا حابب الترح ده حابب الترح ده ليه عشان نصلط الضوء عليه ونبدأ نوصل للناس عشان ننفعهم ان لأ تعالوا نصلح مفاهيم مغلوطة وفي نفس الوقت الحوار دايما البناء نطلع باقتراحات نطلع بتوصيات نطلع انت الاول اعرف لان الناس ما عنداش معرف الناس احنا عندنا في المجتمع الناس بتسمع حاجة تقلدها الناس بتسمع حاجة ترددها فخلينا نصلح كل مرة حاجة من اللي هي دي ده بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الطلع ليه ده عدي معي عدي نفقة عدة ايه هي نفقة العدة عدة المطلقة ثلاث شهور فلها نفقة ثلاث شهور ده واحد بتتحدد بناءنا على داخله خلينا نقول لها نفقة ايه كمان اه نسبة على حسب ياسارو اصل هي الزوجة مش شريكة الراجل في الثروة في الثروة لا تتحدد على حسب ياسارو لا طبعا لا 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 على فكرة في مصر بس انا عايز اقول حاجة الستات لاحقوا كتير جدا القانون عندنا انصف المرأة في كل شيء اكيد بس في بلاد معينة في الاجانب في كل شيء اه الزوج بيدي الزوجة نفس سروته اه ده زوج جميل خالص لا طبعا لا طبعا بس ده ده بالرضا يا فندم الكلام ده منعمموش على الناس طيب القانون يؤخذ منه ويراد بمعنى بمعنى هي دي هي دي اللعبة يؤخذ منه ويراد انا مواسع ارجعك للقانون الرباني ما قبل الاسلام عند العرب كان بيؤيدوا البنيته وكانت المرأة تباعة في الهند مثلا في قانون مانو كان يذكر المرأة ان هي اقل من الكبرى والاثاعي في بلاد اخرى كان فيه تعدد ازواق يعني مثلا امرأة واحدة ممكن تتزوج من عشرة وينسى من ابن ايه للام كان فيه مقابل الاسلام عند العرب حاجة اسمها هاد الاستبداع مدى قيمة المرأة هنا منعدمة الاستبداع ده يعني الليلة الاولى للامير فطبعا شيء من الدنوب يأتي الاسلام فيجعل زمة مالية للمرأة يأتي الاسلام يجعل لها حقوق يجعل لها حاجات كتير عشان ما نطولش في الجزئية دي فلما نيجي للقانون الرباني لا ده ممكن مش هيكفينا حلقات كتيرة للمرأة هي عشاة في حاجات كتير جدا يعني نبي صلى الله عليه وسلم قال استوصد النساء خير اتقوا الله في النساء طيب عذر الاستفزاز ده من الدجير وانا فصراحة صدنت دي من حواري مخابرتك في الكاريس ايهو عذر الاستفزاز ده من القانون الموجود واحنا ما نعرفش عنه حاجة للأسف؟ عذر الاستفزاز احنا عندنا في القانون في اعذار مخففة للعقاب من ضمن الاعذار دي اذا فاجأ الرجل زوجته هي متلبسة بالزنة فقتلها فبياخد عقوبة مخففة بتنزل من جناية قتل لعقوبة جنحة وتصل كمان ممكن لحاجات بسيطة جدا ممكن حاجة مع الاقاف او عقوبة مع الاقاف طيب هو مبررات المشرع في دائم رقم واحد اولا الزوج المصري يعني عنده حمية غير طبيعية تختلف عن طبيعة اي راجل في الدنيا ده واحد طبعا والحمية يا فندم المجتمع المصري الراجل المصري طيور حامي جدا حامي جدا على اهل بيته وحامي جدا في الحق ده الراجل احنا عددت رجالة نعرف ده طبعا الراجل طبعا بس انا عايز اقولك الاحية على ذكره الرجولة يا فندم هي صفة وليس الزكورة يعني فيه ستات راجل وفيه راجل راجل وفيه راجل مش راجل فخلينا نخص الرجولة هي صفة هنا وهنا اكمل بسرعة عذر الاستفززز كمان فيه نقطه تاني الراجل لما يدخل على زوجته وهي متلبسة بالزنة هي وشاركها وقتلهم هما الاتنين اولا مفيش اصلا ادنى مجال ان يبقى الراجل اللي معها ده زوجها التاني نهاش الكلام ده كل طيب في المقابل يا فندم لو الزوجة فاجئت زوجها وهو متلبس بجريمة الزنا وقتلته تاخد عقوبة القتل العام هذا العذر للراجل فقط بس انا عايزة تضيف لك حاجة مهمة اوليها وحاجة هي تستغربيها بس لو الراجل فاجئ زوجته وجي قتلها فالزوجة او شركها قتل الراجل ده دفاع شارعه طيب فين جريمة الزنا يا فندم؟ فيش جريمة الزنا لا مش الشاهد الزوجة في بعض الدعاوي زي زنة الزوجة في نيابة هنا بتتقيد بقيض الشكوى من مين؟ من المجنع للزوجة الزوج مات مفيش قضية مفيش قضية فهو موضوع طبعا شائك اه مفيش حاجة طبعا لو اثبتوا الوقع بكل كواليسها فطبعا كويس ان احنا تطرقنا حاجة زي دي ممكن ان احنا نبين معلومة يعني احنا لهدف ان احنا برضو ايه نبين معلومة حتى اتعملت افلام عشان تحل ده فيلم اريدو حلا للناس الدغيدي لما نجلق فتحي دخلت قتلت سوجها الفيلم ده على فكرة كان بيناقش المشكلة دي ان يتغير ويتعدل في القمر طيب العثمة 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 لا هقولك على حاجة شرعا الطلاق حق للرجل حق للرجل بيد الرجل طلاق حل ربطك الزوجية بلفظ مخصوص يعني ايه يعني انا اقول لها بدي طالق طالق طيب هل العثمة الناس فهم العثمة غلط العثمة في ايدي الست فالست هي اللي تطلق والرجل يقفلها في وسط الصلاة واللي هتطلقيني تقول له لا لا طبعا الراجل يفوض امر الست بيديها انما هو اصلا صاحب الاختصاص الاصير هو يقدر يطلق برضه ولكن فوضها مكانه وكلها مكانه وطبعا فيه حاجة يعني ما في ايدي الست والرجل اللي قال لها انت طالق تبقى طالق طبعا شرعا وقانونا الراجل هو دي اصلا اختصاصه يعني ده حقه الاصيل ولكن احيانا بالاتفاق يجعل امرها بيديها يفوضها في الحق بالطلاق فس الناس فيها مغالبت الموضوع بسيط جدا وليها كل حققها يعني ده مش طلاق منقوس مش هي اللي عامت بدور الراجل ولكن هو عامل لها تفويد زي التفويد اللي يتعامل للأب عشان يتجوز مكان ايوا فاندم توكيل في عمل للأب والأب كده كده والي طبيعي فيه احساس فيه كلام حضرتك قلتلي انها كلام مغلوط ان الست حققها منهوكة في القانون المصري طيب نتكلم بالقانون ولا نتكلم اجتماعيا نتكلم بالقانون نتكلم بالقانون هو فيه احساس من الصغر ان احنا فيه مجتمع ذكوري الامر عشان نقوله احنا لازم فيه شواهد معلش انا محبش كلام المرسل اه الرجالة وحشين طب ايه شواهد فاندم تعالي نشوف المرأة لحقوق ايه ويمكن انا كنت بدأت في ان حقوق المرأة رقم واحد لما تكلمنا في الزمة المالية لها الست لها اهلية كاملة زي الراجل بالزبط الست لها ممارسة كل الحقوق في المجتمع لها الحقوق السياسية لها الحقوق المدنية الست تتقلد وظائف وصلنا بها ان الست بقت نائب يعني ايه نائب نائب في مجلس النواب الست بقت وكيلة نيابة عامة يعني حديثا كمان بقت وكيلة نيابة عامة بقت قاضي طيب خلينا كمان نتكلم لما الست بتبقى اسرة يعني الست خلاص دخلت في الاسرة لها حقوق كتير جدا احنا قلنا طبعا ده لها الحق على الرجل في النفقة يعني ايه يعني اولا اتجال وقومونه على النساء طب ده ان ترجموا بايه بقى ان ترجموا ان الست هي لها النفقة طب هو الرجل لو ما بيصرفش خلاص حقها راح لا طبعا ده لها ان هي ترفع دعوة نفقة طب نفقاتها ايه لا لا مش تحبسه خلينا نرتب الكلام امتى تحبسه امتى تحبسوها هو اصلا ما كانش بيصرف عشان ما معهوش هي اللي بتشتغل هو طلعها احيجيب نفق منين طيب انا هقولك على حاجة ما النافقة بتبقى دايما على حسب يسار الزوج يبقى كل شي بيقدر بقدر يسار ايه افرد هو مش تغلش طيب خلينا ما نفرعش الموضوع انا بس عايزة اسكر الجزئية دي عشان ما نبقاش الكلام منقوس طيب خلينا هي طلبة الطلب قلنا لها نفقة عدة لثلاث شهور لها نفقة زوجية ايه نفقة زوجية دي خلينا هي بقى لها شهرين سنتين ايا كان المدة هي كانت عايشة في ذمته دي اللي هي متعة؟ لا لسا اقولك على المتعة فهي لها نفقة زوجية طول ما هي على ذميته حتى لو هي مش موجودة تستحق النفقة طالما ان هي ما خديتش حكم ان هي ناشز تمام كده؟ طيب غير ان لها نفقة متعة الادرار الاصابات ايه بقى النفقة الزوجية دي افهمها بس النفقة الزوجية اللي هو مفروض جزء يصرف عليها بالبلد يعني خارج بأثر راجع عشان هما كانش بيصر ايه يعني هي الزوجة مثلا بقى لها السنة في شقاق مع مين مع زوجة ايه مثلا و هي اللي بتصرف مش قصة بتصرف فلها النافقة تمام؟ طيب زيادة على كده لها حاجة اسمها نفقة متعة القضاء بيحكموا فيها ده القانون قال من سنتين لخمس سنين ايه بقى؟ هي النفقة اسمها كده نفقة متعة يعني ممكن اقل حاجة سنتين اقصى حاجة خمس سنين القاضي بيحكم لها بنفقة المتعة عن ما يعني لا هي الرجل طبعا لا على حسب برضو حدد النفقة الشهرية ما هي نسبة من المرتب او داخل الرجل مش محددة ما بتبقاش محددة القانون محددهاش حدده على يسار الزوجة والقضاء دلوقتي كمان هم بيدوا للزوجة حقوها كلها تمام؟ طب خلينا بقى الست دي مش مطلقة بس مطلقة وحاضنة تتمكن من شقة الزوجية بقرار تمكين من النيابة العامة طب مفيش مش قادر او الشقة مش موجود تاخد اجر مسكن طيب كمان تاخد اجر حضان طيب كمان تاخد لولادها بقى نفقة للاولاد تاخد ايه كمان؟ نفقة حاجة بنسميها فرشي وغطر يتحمل رسوم الدراسة كمان يتحمل الملابس وكل ده ده كل ده لو هي مطلقة وحاضنة غير كده خدت الايمة بتاعتها لو مفيش حاجة نقصة في الايمة او بددتها حكم الايمة ده ممكن الراجل يصل به للحبس طيب هو ما بيدفعش النفقة وتأكدنا انه ميسور الحالة الوحيدة ده اللي ممكن يتحبس فيه يعني احنا عندنا اصلا الحقوق المدنية مفيش حبس استثناء كل الحقوق دي ممكن الناس بقى تسمع اصل الست هي مغلوبة على امرأة الست الست طيب كل اللي الراجل مطالب بي ده ده احنا هنعدي في المجتمع كده مع كل الحقوق دي ده الراجل اولا المفترض هو اللي يخاف يطلب طبعا ده الراجل بعد كده طبعا اوه زي يا دكتور ابراهيم ده حقيقي والله حقيقي ايه انا كان عندي حالة في سيزون 1 اوكي جزها شغال اه في مستشفى كبيرة قوي هنا في مصر كلنا عارفين اسمها دكتور كبير جدا وشغال برا مصر في دولة اجنبية وهي اصلا كانت مقيمة في دولة اجنبية وكانت عيشة معي عيشة ميصورة الحالة وكان اه يهانة ودرب الدرب بيوصل لدرجة الناس لدرجة ان هو لما جات ننزل مصر اخد الولاده ما كانتش تعرف عنهم حاجة وراح تشتكت في محكاة في اسمها ايه اللي هي بتاعت الاطفال دي اه بتاعت حقوق الطفل تمام كل ده كل اللي عملوا فيها ده ولما تمكنت ونزلت مصر واتطلقت اوكي اول حاجة الاستاذ اشترى المحامي بتاعها ده فعله فلوس والاوراق كلها اللي قدرت تخصل عليه عشان تثبت بها اصلا دخله لان هو مقيم برا مصر اصلا فدي في صعوبة بيقف صعوبة كبيرة كل الورق ده راح له الردي اتحكم لها مثلا في الاخر بعد بقى مرمطة ومحامين وبتدفع لده وبتدفع لده بمبلغ الماء المبلغ ده لمكفي عيشة ولمكفي مسكن ولمكفي كل اللي حضرتك بتقوله ده اخد بقى اضيف عليه اللي استاذ راح تجاوز وعيش في فيلا بمراته الجديدة وخلف منها وجايب له عربية وولاده بيتصلوا ويتحايلوا عليه احنا محتاجين كذا ما بيجيبش كل ده تعميم وتضليل للقانون عشان ما يتفعش لا 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 ما هما الغالب الوقت كل المحامين حتى المحامي اللي كان معي في سيزون واحد دخل في القصة ان هو تطوعا يقدر يساعدها ويترافع عنها في صعوبة كبيرة ان هما يوصلوا لدخله يا أستاذ انا معاك ان الحالة زي دي طبعا هي حالة بنحيد عن الحق تمام هو الالحيد عن الحق هل في الزواج والطلابس ولا الالحيد عن الحق في كل امور المجتمع كل حاجة يعني ان اتقذت نفسيا من المجتمع لا لا مش فهماني مش فهماني هل الحيد عن الحق من الرجالة للستات فقط ولا الحيد عن الحق لما حد يكون مثلا بيحيد عن الحق في الموريس بيحيد عن الحق في الحق كل حاجة كل حاجة يبقى احنا انا معاك في حالة زي دي طبعا غلط مية في المية تمام ولكن مش هي دي مش هنعمل طب يا دكتور حاتم دلوقتي الحضرة بتقولوا حلو جدا وعلى رواسي وقانون المصري احافظ لحقوق المرأة وبنود وكذا دانا بنادي يا استاذة ان القانون يتغير مش للمرأة دانا بنادي لتعديلات وأناشد بعيل وسوتي المشارعة طبعا يا فاندل لا لا الا الله طب اقول لي كيف هو لما الولد يقعد لخمستاشر سنة تمام مع امامته هي حاضنة طيب بعد خمستاشر سنة طيب ما لازم يتغير اه قانون الرؤية طيب انتي عارفة مضاره قد ايه اه ولا مش عارفة عارفة يعني ايه الولد في السن معايا يا فاندل ما استخدمناه غلط حماياتا لمين حماياتا لمين طب لما كنا عندي قانون رؤية وعندي يوم اشوف ابني فيه ولما بروح في حضور اقعد اعمل ترهيب للطفل ده لما انت بتروحي ده لما ست تروح عشان ما يروحش على مامته على الترابيزة بتاعتها يا استاذ مين اللي قال الكتب يا استاذ يا استاذ ما هي الحالة اللي كبتش تجدي كبتبكي بالدموع وحنا بنذكر للحالة دي وما بنذكرش للحالات في الاميات المتعسفة اللي منعوا وحرموا اباهات من انهم يشوفوا ولاد فيه انا متفقة معاك طبعا يبقى اذا هنا وهنا بس خلينا اقول حاجة تمام مش بيبقى بتعصف من الراجل بس ولا من الست بس الست تعصفت نتيجة ان الراجل اكيد 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 كان عمل لها ضرر نفسي وضرر اجتماعي وبيسبب ضغط عليها او مدهاش حقق او عند هو عند خلينا نقول عند بلزب وزنك ده ارجع لنقطة ده الاحساس المغلوط يا فاند ده الضحية مين ده الاحساس الدفل بس ما تقولش الراجل ضحاية يا فاندم الراجل بيروح يتجول بيجاوز تاني وثالث وبيخلف وبيعيش حاجة كويسة حقوا يا فاندم حقوا وبيجيب عيال تانيين حقوا ويجي ابنه بقى لما يفتكر بالاخل الاصله يا استاذة يا استاذة حقوا اللي حضره بالكاليفي ده غلط يعني الراجل يتزوج لا مش غلط بس عايش حياته مش مظلوم لا هو هي اللي حياتها وإذن هو لو تدورس وإن خفتم وإن خفتم وإلا تعديله انا انا معكد بس ده حقوا ما ينفعش ان احنا نتكلم على الحق وربنا ارجع لنفا وقالك ايه طيب وإن خفتم ألا تعديله فواحدة طيب ماش انا انا معكد ولن تعديله بس ولن تعديله في ايه يا فاندم بس في المشاعر لا ثانية واحدة خلاص له ده مانفي ربنا نفسه قالك تشاتله لا مش على اطلاقه ربنا ادك الحق ربنا ادك الحق ورجع قالك ايه ومش هتعدل فانت اخلت بالحق الأولاني ولن تعديله في مشاعركم في مشاعركم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني عدلت فيما امك فلا تحاسبني على ما نأمك الا وهو المشاعر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعشق ويحب ستنا عائشة تمام بطريقة جديرة جدا ولكن عدل فيما يملك الا وهو ايه في المعاملة وفي النفقة والكلام ده طب وليه احنا خدنا ان ده حق مكتسب ما خدناهوش ان ربنا عمل ده وحق سواني بس يا دكتور حاتم ما خدناهوش ليه اوفهمنا ان ربنا عمل ده عشان يأكد ويزبط بالدلائل ان الراجل لو تجوز اكتر من الست مشاعر هو ايه فكرة ان الراجل يتجوز اكتر من معا ايه الفكرة مفيش شرعة ولا حكم شرعي الا ما في حكم ربنا يا سبحانت انا عندي في المجتمع يا أستاذة زي ما تقولي كده انا عندي المطلقة حكم شرعي؟ مش حكم قانوني يا فندم ما القانونية لاحوال شخصية كله طبعا قانون العبودية مش كان موجود قانون العبودية اي مش القانوني يعني إلا زمعر مش العبودية ده كانت موجودة كانت موجودة هو رقيق يعني طبعا و الاسلام نهى عليها وتلاغت بحكم ايه اتلاغت بحكم ايه بحكم ايه قانوني لا كذلك لغاية فكرة كان فيه العبودية دي عندنا في المجتمع تحب تتطح حضرتك عارفة بس انا ممكن اضيف المعلومة هو الاسلام قضى على الرق نظام الرق ازاي؟ ازاي؟ يشتريهم ويخررهم تدرجا الكفارات عندنا عطق رقبة عطق رقبة عطق رقبة فالامر جاء تدرجيا المنهج الرباني رباني سبحانه وتعالى لما نزل الاحكام في حاجة اسمها التدرج في التشريع يبقى ما قبل القانون تماما وما قبل القانون كانت الشريع الاسلامي الشريع الاسلامية اللي رفضت العبودية طب وحضرتك طالما القانون كده حلو جميل وشف المرأة جدا اوكي انا معاك دلوقتي احنا قلنا ان الاسلام حرر المرأة من الرقبة العبودية تمام والقانون برضو حرم ده قانون حرم يعني عمل جرم ماشي تمام اه ماشي لا لا مش قصدي يا صحيح اه تمام ده انا بفهم بس جرم ده تمام الزنا بقى وقضايا الزنا اللي الستات بتقع فيها والخيانات اللي الست لو جوزها زنا او خانها مش من حقها تقتلق ما يا فاندي ما هو فيه مبرر اللي ده القانون هنا المشرع وضع القانون وضع القانون وضع القانون ليه؟ طيب ما هو فيه عقوبة للعجل ازاي؟ ليه ما لغاش تعدد الزوجات؟ لان الرجل اللي وقت لا يا فاندي لا يا فاندي جرموا مش لغاية جرموا ليه؟ حماية المجتمع انت مش بتشوف دلوقتي واحد متجاوزة اربعة واصلت مش لقياكم ومسرحكم سوريا طب اصحح لك بص يا فاندي احنا عندنا حاجة اسمها الدستور المصري اللي المادة اتنين فيه بتقول ان الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية هي الدين الرسمي لجمهورية مصر العربية اذا لا يا جوز اي قانون ان يخالف الشريعة الاسلامية فما ينفعش خالص ان حاجة اسمها قانون ينزل ليبقى قانون عبسي ايو طبعا يروحي على القانون لما كلكم فسرتوا الاية وفصلتوا ان ربنا سبحانه وتعالى بيّن بشكل عملي في الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو قدوة والرسول نفسه اعترف انه هو مقدرش يعدل وطلب من ربنا انه يسامحه عشان هو مقدرش يعدل قوة حضرتك في امتي مقدرش يعدل في ايه؟ في المشاعر اللي هي اصلا لا 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 غلط غلط احنا هنرجع تاني ان الست جارية و الرجل بيتجاوز عشان يصرف عليها لا الست في الوقت تكتر تعيش وتصرف على نفسها وتجيب شقة وتجيب عربية مش مستنية راجل يتجاوزها عشان يجيب لها صح او غلط طب نتكلم ليه في حقوقها كنت حضرتك بتقولي كلامها هم تناقض يعني اذا هي الست في المجتمع عايش احسا من الراجل حقوقها هجي لحبنا ألزمها ألزموا بيها انشانا اللي حطتها طب وبالنسبة لحقوقه وبالنسبة لكلام يا أستاذة يا أستاذة يا أستاذة وفين حقوق الراجل فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم اه اللي هو ايه اه لو كان السجودي لغير الله لأمر تلزوجة ان تسجد لسوجها فين كلام ده يا فاندر الناس زي ما تقولك ايه السيتات بق احنا قصلا شوفوا يا جماعة النبي شوفوا كان بيعمل ستنا عائشة ايه ازاي شوفوا النبي عائشة عائشة يا جماعة انت فين من عائشة افضل معاملة طيب حقط طيب انت حضر وفين انت كلامي انا قصدي إيه خديجة انت فين يا فاندر من خديجة وعائشة انت فين دلوقتي طبعا وانتو بقى فين احنا موجودين يا فاندر انتو فين من رسول كلنا نأمل أن نقتضي بحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم الشرع محل الأربعة تمام ربنا قال ومش هتعدلوا يعني بيقول لكم الشرط أن انتم تعدلوا وقال مش هتعدلوا وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل يحتزى به والرسول نفسه اللي هو خير يا فانتم حضروا واحدة 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 خلينا نحلل الإشكالية دي لا عصلا كده تفسير الآيات ليه دوابط ليه دوابط شوفي أنا أول ما أعدت سردت كمية حقوق لا أنا مبسوط جدا بالكلام ده خلينا نتكلم ونختلف عايز أقول حاجة عايز أقول نحل الإشكالية دي عشان الإشكالية دي مهمة أولا شرع ربنا سبحانه وتعالى ودينه نحن لا نتدخل فيه تماما لأن دي تشريعات ثانيا إحنا اللي بنطبق تشريع ربنا خلني بس أكمل كلامي تشريع ربنا سبحانه وتعالى مش تشريع لزمن معين اللي هو زمان طب والنهاردة ما عادش ينفع لا هو تشريع إلى يوم القيامة مش هنيجي ناحيته ولا نقدر نتكلم أكمل كلامي بس أنا عايزة وصل عايزة وصل الفكرة الرجل اللي متجاوز أربعة ما متسرفش عليهم متسرحهم في الشرع سيفوا عليه أرد عليك حالة بس بعد الدكتور ما يخلص هقولك حطم الشرع حالة عايزة وصل الفكرة طب كل الأخطاء اللي بتحصل في المجتمع ليس للشريعة الإسلامية أي زنب فيه اللي بيطبق اللي بيطبق على الأرض الواقع هو اللي فيه خطأ تمام؟ الاساس حتم بحديث المهمتع والخناء اللي عايزين نهديها شوية ده انا مرسوك جدا والله عشان نهدي الموضوع شوية دايما المنظومة اللي بتحصل ما بين الاب والام الاولاد هم خارج هذه المنظومة تماما الراجل الصح والست السوية الصح اللي تقدر فعلا تخرج الولاد برا المنظومة دي تماما ليه انا خرجهم برا المنظومة لان الولاد دول ما همش زمن ان هم يتربوا في هذه البيئة غير الصالحة انا لما ابني ييجي زي ما انت قلت يا اساس حياتي ابن هو 15 سنة مع ام وهي قاعدة تدي له تخزن له تخزن له فالاخطاء وردة عن الاب والام وانا في الخلاقة اللي انتو بتعملوها دي في الاخر من الضحية اللي بتحصل هم الاطفال اتجاوز واحدة اتجاوز اتنين اتجاوز ثلاثة اتجاوز اربعة الشرع تماما يعني تماما في حل عن كل المشاكل واللغط اللي بيحصل في المجتمع ده رقم واحد الرقم اتنين المشاكل اللي بتحصل نتيجة ان الرجل بيعدد ايه اهدفه من التعدد يعني لازم يكون حتى عنده بيعادت نفسه ممكن لا بجد والله لا لا في اسباب في اسباب والله ومش في واحدة مطلقة وارغلة في اسباب يدي في اسباب للتعدد واسباب مهمة جدا واسباب حقيقي والله وبتيجي حالات بتقعد قدامنا من ضمنها مثلا حالة حالة هو الرجل بيشتكي من زوجته في واحد اتنين ثلاثة طب انت قلت لها واحد اتنين ثلاثة دي هتتتغير اه قلت له ومش عايزة تتغير وقامها قالت له لا انا مش عايزة تتغير اه طلق لا الاول سواني علي يعني من ضمن الحاجات مثلا بجد والله النظافة الشخصية بتاع واحدة بتستحمس معفنة ورحيتها وحي ممكن اكمل بقى النقطة في الاخر يعني استحملها بقى غصب عني لا اطلق امال ايه طيب ماشي ما انا قلت له قالت لا انا عايزة اعود سيبني عشان العيال خلاص يبقى طب ده لو اتجوز بقى واحدة تانية طب مش بالمطلق بقى وانت كتا على الحتة خلينا ازنقك في اكتر من نقطة خلينا ازنقك في اكتر من نقطة وتلاقي في الاخر ان الرجل عنده حق ان هو يتزود تمام؟ وعلى فكرة انا مش مع التعدد انا مش بحب التعدد لان احنا في حالة اقتصادية يعني هتبقى صعب ان انا يبقى عندي ولاد ودخلهم مدارس واصرف عليهم ومش اعرف اعدل بين ده وده انما انا لو عندي حالة اقتصادية متأسرة زي بتوع الخليج بيتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة ويعرف يعدل بينهم ماديا ويوزع لهم معنوياته ومشاعره والكلام ده وبتبقى راضية وبتبقى كل الاسر قاعدين مع بعض في بيت واحد وانا بيحصل وانا بيحصل اللي مالهمش لازمة في المجتمع اللي عايشين علي عليكم لا انا بتكلم على الراجل اللي يقدر يعدل ويقدر يوزع مادياته ويقدر يوزع معنواته طب انا اقولك على حالة واحدة رحلها الرجل وقال لها هم اتجاوز واحدة وراح لوحدة تانية قالت له انا مش عايزة منك اي حاجة ولا عايزك تصرف علي ولا عايزة وموفرة لكل يا روحي مع نفسه يعني هايقولك لا لي خرونج ليه خرونج ما هو تمتح المرأة الماليها برضو يا دينا تمتح الماليها وست ماليها ماليها وماليها مش عايزين تتخير بس هو تمتح المرأة الماليها برضو ايه مشكورة طيب قبل ما نتكلم بس خلينا انا عارف ان الهدف من اللي انت بتترحيه هو الافادة للناس مع يعني التشبس من حضرتك بمجموعة افكار بس انا مبسوط لا حق لا 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 بس يا استاذة بس لا 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 انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده انا مش هضلل بس يا استاذة بس خلينا نتكلم احنا بنشرجع الراجل يا استاذتنا خلينا نتكلم ونختلف الاختلاف ده نطلع منه بايه نطلع منه بحاجته اول حاجة نفهم الناس لا يبقاش الكلام هو احادي الراجل ظالم تمام كده وفي نفس الوقت العكس برده ما ينفعش بس خلينا اقولك انت بتقول الراجل يتجوز ويتجوز يا فندم الزواج ليه احكام يعني في زواج حرام وفي زواج واجب وفي زواج مستحب وفي زواج مكروه ده شرع يعني ايه؟ يعني فيه وقت الزواج فيه يكون واجب على الرجل ده الشرع اللي قال كده واجب الواجب ده اللي يفعله اللي يتركه قاثم امتى امتى يبقى الزواج حرام رقم واحد اذا كان يتزوج بمحرمة عليها رقم اثنين لو الزواج كان فيه ظلم شوف انا بتكلم اهو بتكلم حقا يبقى اذا الزواج ليه احكام يا جماعة اذا كان فيه ظلم طب هو مش يقدر يصرف عليها هنا يأسن متجوز هو مش قادر مش معاه فلوس هيظلمها امتى يا فندم وهناك احكام الشريعة ومتجوز الاربع لك انا ما ننفي الشرع ربنا لا 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 الموضوع ما بيتخدش على اطلاقه كل شيء ليه احكام الشريعة الاسلامية ليها احكام وشروط زي اي حكم في الدنيا زي حكم الصلاة ليه شروط واركام السبتات مش مظلومة والسبتات واخده كل حققها لذلك السبتات طبحة الكلف المجتمع السبتات واخده كل حققها كل حققها اه طبعا من القانون في حالة عدم التحايل على القانون تطبيقه هو الست لما تبقى في عناد مع الزوج والناس اللي حواليها يفاهموه انت كده ست قوية انت ست بميتر كلام كل عبط هد بيو يا بقولك على حاجة اكلمك في واقع اكلمك في واقع اكلمك في واقع اكلمك في واقع وندفع للمحامة وبدال ما تاخد احنا هنا النهاردة عشان نقول محضرتك دلوقتي بتحاسب الست اللي بترمي وده اللي حواليها لان الست في اديها انا خليك تخلاصي وارد عليك فلد بص يا أستاذ احنا عندنا دلوقتي ست وراجل الست احنا قلنا ان في استطاعتها مجموعة حقوق تقدر ان هي تطلق وتاخد حقوق كتير جدا بس هي كمان هيبقى معها الاولاد تقولي ايه للست اللي بتفصل ولادها عن ابوه الولد هو اللي بتضر بسبب ايه بقى يا جماعة تب اقولك على حاجة خطيرة اخر احصائية اسمعي مني بس اسمعي طيب احنا هنردد فين القانون فين الشارع ولا نقول الكلام بواقع اقولك اخر احصائية في الطلق ايه اسمعي بس كل دقتين و 11 ثانية حالة طلق في اليوم 651 حالة طلق في الشهر 7000 حالة في مصر احصائية لجهاز التعبئة العامة والاحصاء الخطير من 38% دكتور من حالات الطلق في اول 3 سنة ده يرجع لأيه بقى ده يرجع ان يعني ايه البنت ما تقلهاش يعني ايه بيت ما تقلهاش يعني ايه مسئولية اقولك واقع انا سبتك تحكي كل المواقف الانسانية الخطيرة اللي الواحد يعني يتأذى لها لو حكيتلك على الاسباب التفهى اللي الستات عايزة تطلع علشانها ما تقلهاش يعني ايه بيت اه ما تقلهاش يعني ايه زوج يعني ايه مسئولية وفي نفس الوقت دي الحقوق متبادلة وايه تاني وايه تاني يعني ايه حاجات كتير جدا ما تقلهاش يعني ايه بيت ومسئولية ما تقلهاش يعني ايه رجل ما تقلهاش يعني ايه طاعة يا فندم طبعا يا روحي ايه واحنا هنتكلم نتكلم مشاعر هقولي كلام تبتفهمي كلامي غلط على فكرة لا 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 ثانية بس انت بتفهمي كلامي على مزاجك جدا لو هنتكلم بالمشاعر هقولي كلام بس اسمعيني يا استاذ حضرتك محاورة فاسمعيني بص يا استاذ هكلمك في كلام يدغدغ المشاعر وكلام عطوشي ولا بنتكلم واقع يبقى اذا في الواقع هناك اشباه رجال وهناك انصاف ستات لا ترقى لا ترقى لا ترقى بص يا استاذ ولا ترقى انها تكون لفظ ست الستات بيعودوا مع بعض انا اتطلقت انا اصلنا فين بقى المجتمع فين عدم الثقافة اللي عند الست اقولك على نمازج زمان اقولك على نمازج على السيدات الفاضلة واقولك على نمازج على رجالك لا ده ده في المسلسلات انا بتكلم واقع جماعة يا فدم انا في الشارع موجود دلوقتي الكلام ده دلوقتي الراجل يقولي للست عملي ويعملي تقوله وانا خدمة عندك ايه ده محدش فهمك ان الكلام ده غلط محدش فهمك حضرتك اللي مصرة والله والله انا بصح بص 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 حضرتك اللي بتقولي على حالات فردية وشازة يا استاذة بس يا استاذة انا ممكن استخدم الفاز رنانة وقلتلي سبع ثلاث حالة طلاق ست ما انا لسه هقولي اسباب عزيزة انت مديتينيش فرصة مش بسبب الست ما انا جايلك وفي نفس الوقت معلموش الراجل يعني ايه مسئولية يا فندم هنا كويس وهنا وحش ومعلموش الست طبعا ست ايه يا فندم ستات ايه اللي تقولك هو انا خدامة انا بقى اعرف من الغسيل غسيل ايه يا مام وانت اصلا في بيتك ما بتخسليش وهو بقى في فترة الخطوبة اللي حضرتك قلت عليها لو هي تجملت لو هي تجملت يبقى فيه غش لو هي تجملت انا مش معه ان الراجل هو اللي صح انا مع ان هنا فيه الكويس والرحش وهنا فيه الكويس والرحش انما هنقول كلام رنان اسمعك منه كثير انا موافقة بس ضد اننا نبدي للراجل الحجة والحج شرعية والحجة القانونية اللي يقدر يحط رجلة على رجل ان الشرعي محللة ده الرجلة غلاب فين اللي بحط الرجلة على رجلة والله العظيب ده بتبقى عايزين نساعدهم لا مش مسألك كده لا يا فندم لا طبعا لا 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 اسمعي بس 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 احنا بنساعد يا استاذة بنساعد المظلوم بس يا استاذتي لا 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 الموضوع مش كده ما هي المعترفة بكده لما نلاقي الراجل متكفي على وشه ورفع عليه اسمعيني بس ورفع عليه حوالي ست سبع دعاوي وبيدفع هنا وبيدفع هنا وبيدفع هنا هو اصلا معذور والاسباب انا يعني لو حكتلك على وقائع وعن ردود الافعال والستات بتعمل ايه وبتتطلق ليه اتحايل على الطوال تمام يبقى انا اصدي ايه وصلنا المنطقة انت بتقول لي بساعد الراجل عشان انا راجل زيه انا ساعد المظلوم راجل او ست لا يختلف عندي المعنى وفي ست انا ممكن يعني انا ما بقولش الكلام ده على سبيل المان لا ده انا اتصدر واجب لها كل الحقوق وبدون مقابل دوش معنى كده ان انا بمن لا لقاني حاسس بالفعل يبقى خلينا نقول ان احنا دلوقتي ما بنسانتش او بندي حفجة لاي طرف منه بسبق ست سواء راجل للغلط الكلام مظبوطة او اساس فيه انصاف رجال وفيه انصاف نساء والقانون طبعا قطر الف خيرو وده كل الحقوق وده عرف ياخد حقه بالقانون كل الناس بتاخد حقها احنا عايزين مجلس قومي للرجل ايوه اخر سؤال كده مهم عايز اقوله الهاتف هو الراجل ده عدة طبعا عدة الراجل كلمنا عن عدة الراجل طب بوسي هو الموضوع ده كلما اللي يروحي بيتطلق ويجي تاني يوم يتجاوز طب حلو اوي طب الكلام ده جميل عشان نفهم الناس يا جماعة العدة هي عبرها عن ايه اي انت تربص بها المرأة ما تقدرش انها تتزوج الكلام ده لحكمة لعدم اختلاق الانساء طب هو الراجل يا جماعة يطلق ويتجاوز تاني يوم اه بس في حالات الرجل يتربص ويستنى اول حالة رجل متزوج امرأة وعايز يتجاوز اختها فلو طلق الاولى لازم يستنى طلب الاولى واستنى 3 شهور احنا بنوضح ايه حاجات ممكن كده تركات ناس نبقاش وصلالها فالهدف ده الهدف ده ان احنا نوضح للناس ما نتخنقش بقى مع الرجال و ما نتخنقش مع الستات الاتنين ما نقدرش يا دكتر حتم محد احنا ضد اشباه الرجال و ضد اشباه النساء انا بس ممكن اقولك عايز اقولك على حاجة بس اش راجل صح اللي مكاد ست مربيه انا مش بقولك الكلام ده مجاملة ولا انا بتدعي التوازن و ما كيش راجل غلط الا لما كان ست مربطوش من الاتنين عايز اقولك على نمازج خطيرة نمازج خطيرة يعني انتي عارفة غندي زعيم الهند امه كان كل يوم تقبله هو واخواته بعد الصلاة وتقوله قول وراي انا حر وتعلمه ازاي تحفظ ذاتيا اديسون اديسون كان اختراعات غير عادية بسبب امه يعني هو بسبب امه ليه امه اديسون اللي هو نور العالم اختراع الاصباح الراجل ده هو صغير بعتولها ان ابنك ماينفعش خبت الجوابات وبدأت هي تعلمه تعليم خاص وتقوله ده بيبعتولي جوابات لان انت راجل مميز طلع الراجل ده لما امه اللي هي بيحبها كانت عايزة تعمل عملية وكان مفيش نور فقالوله احنا هنستنى للصبح عشان نعمل العملية بس في خطورة على الامه امه توفت ده كانت ملهمة له انه هو يكترع المصباح الكهرباء ولو ذكرنا بقى في الامهات ستنا عائشة معلمة العلماء مقدبة العلماء ستنا خديجة اول من سجدت لله من السيدات وهي كانت السند للنبي صلى الله عليه وسلم فانا مش ضد المرأة لان احنا المجتمع ما يقدرش ما يقدرش يكون راجل لوحده وستة اي ده اللي انا بقوله الراجل اللي بجد وده انا بتكلم حقه على فكرة لا بجامل ولا بأي حد ودائما بقول الراجل اللي بجد لما بيقوله انت ضد الرجال لأ انا ضد اشفاه الرجال ووضح يا اساسي ووضح جدا الراجل اللي بجد اللي بيتقي ربنا وحافظ تعالين دينه كويس وحافظ واجبات زوجته وواجبات اولاده وواجبات اسرته وواجبات امه وابوه كمان ودائما بقول لأي ستة لما تيجي تتجاوز يا راجل بص يوا بيعامل امه وابوه ازاي عشان دينه معاملة اللي هيعملك بيها لان احنا بنخفى للمقفة دي حتى الراجل بص بيت زوجته شوف ابوها وامها بيتعاملوا مع بعض ازاي وهي بتتعامل معهم ازاي هتعرف هي هتعاملك ازاي بس احنا بنتغافل عشان الشكل بنتغافل عشان المال بنتغافل عشان المستوى الاجتماعي يبقى عندنا عادات وقفات وحاجات كتير عايزة تغير يبقى احنا عندنا يعني المسألة محتاجة يعني فورة في المجتمع في حاجات كتير مش القانون تطبيقه ما تحسبيش القانون على التحايل عليه كل شيء فيه تحايل احنا للأسف مجتمع ما بننشيش الا بالحزم وبقوة القانون القانون تعمل للأمان للأمان عشان يحقل الأمان ومبقاش قاعد خالف لما يتولد عنها أطفال عايشين في رعب وعايشين في فقر وعايشين في وجوع وعايشين في تشتت ويطلعوا غير أسويق القانون يتعمل عشان الأمان انه يوفر الظلم اللي بيحيد عن الحق الظلم اللي بيطبق القانون غلطة الظلم اللي دايما يبقى باسس للاحية تانية ده بيبقى على دابل باطل ده 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 حياد عن الحق وللأسف فيه رجال محامين يحترموا طبعا كل حاجة بس النماذج موجودة بيحيدوا عن الحق وبيشدعوا زي الطبيب اللي بحيد عن الحق اه طبعا زي زابط الشرطة لو حال عن الحق طبعا زي الأي مهنة بيه احنا لو رجعنا خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعلوا وجعلوا بينكم منودة تنورا طيب حابب أوجه رسالة بس كده عشان نخلص الموضوع رسالة لكل الناس اللي انت ذكرت نسبة مخيفة من حالات الطلاق اللي بتحصل خطر خطر وعدم توازن وأيا كان مين من الأطراف يدينا هو اللي غلطانت ففي الآخر هي المركب بتغرق أو غرقت بالفعل فبالتالي بينتج عن السبع تلاف حالات الطلاق لو كل حد عنده طفل يبقى عندي فيه أربعتاشر ألف طفل شهريا بقوا بقوا فيه بقوا فيه مشكلة وينقصهم طبعا والأعداد دي والنسب دي مهولة لأن احنا بنرصدها في المدارس بنرصدها في الجامعات بنرصدها في حالات الزواج كل ده بيبقى فيه خطر كبير جدا في المجتمع فاحنا لو استنينا كمان سنة واثنين وثلاثة هنلاقي الأعداد دي بتوصل إلى الملايين فبقى عندنا مجتمع شبه مشوه نفسيا وده هيؤثر على حالات كبيرة جدا فيا أيها الأباء يا أيها الأمهات اتقوا لها في أبنائكم وأخرجوهم خارج المعادلة تماما أنت بتتخانق معايا وأنا بتخانق معاك القضية بقت بيني وبينك إنما أولادنا دول لازم وانت راح هتودي للرؤية كده تقولي أبوك ثم أبوك ثم أبوك وانت تقولها أمك ثم أمك ثم أمك انقل عنها كل الصورة الحلوة يا أخي انتو كلتوا مع بعض الأيام طبق واحد انقلوا الصورة دي انقلوها إلى مجتمعكم وانشروها بصورة قوية وأي واحدة تتكلم قدام ابنها على زوجها فاللي جنبها تقفل بققها وتقولها اسكوتي شوية وانت كمان اللي يتكلم في سيرة طالقتك اكتم بققك شوية خلي المجتمع يصبح صالح وسوي وقويم وهذا ما أنا شهدكم الله بيه اتشرفت بيك يا دكتور اللهي انا اللي اتشرفت الاختلاف ما يزعلش خالص ويعني انا بتمنى ان احنا نكون طلعنا من الحلقة واضحنا حاجات كتير بساعدة حضرتك وبساعدة الدكتور الرهيم وانا مفصول جدا اتشرفت بيك يا دكتور ابراهيم طبعا نهينا الحلقة طبعا دكتور ابراهيم كفت ووفت اه احبه بس اقول رسالة كده صغيرة جينا الدنيا بسلام وعايزين نعيش بسلام ونخرج بسلام لو لينا بصمة موجودة في الدنيا فهي اولادنا او اجيالنا او تعاليلنا اللي بننقالها لاجيال تانية بعدنا فبلاش الاب والام او الاسرة عموما من خلال العند نخلق جيل مشوه ولو حالات الطلاق دلوقتي زي ما دكتور حاتف ذكر سبع تلاف لما نخلق جيل مشوه هتوصل بعد كده لنخلق جيل مشوه هتوصل بعد كده بيك سنين قدام لملايين من حالات الطلاق وملايين من اجيال مشوهه عيشوا في سلام وعيشوا في مواده ورحمه وفهموا الجواز ولو انت مش فاهم يعني ايه جواز يعني ايه مواده ورحمه سواء ست او رجل الافضل ان انت متتزوجش لانه هينتج عن الزواج ده امراض نفسية لتحرك في المجتمع بتولد اجيال مزيفه نفسيا ومشوهه نفسيا اكثر واكثر استنونا في الحلقة الجاية من ضد رجاله ولكن متنسوش اللايف فوشيل ورأيكم بكمل رأينا تابعونا على المنصات اللي هتظهر قدامكم على شاشة الوقت